على المستوى الرياضي شهدت رياضة الإماراتية تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي في عهد رئاسة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل هيار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رحمه الله وذلك بفضل الدعم الكبير الذي وجده القطاع الرياضي من قبل سموه إذ شهدت المرافق الرياضية طفرة عمرانية كبيرة بتأسيس ملاعب جديدة وكذلك دعما لا محدودا للاتحادات الرياضية ما أثمر عنه عدد من الإنجازات في المحافل الخارجية بقلوب يعتصرها الحزن وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وغدره نعم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وفت رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل هيان الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا بعد رحلة زاخرة بالإنجازات قدم فيها بلاده نموذجا فريدا في الرياضة والازدهار ومن يقلب في صفحات التاريخ سيتوقف أمام محطات بارزة كان للرياضة الإماراتية نصيبا كبيرا منها خلال فترة حكم الشيخ خليفة بن زايد آل هيان وقد حققت الرياضة الإماراتية نجاحات كبيرة في عهد الشيخ خليفة حيث مثلت مكارمه السحية لأبناء وطنه الرياضيين قوة دفع قادتهم إلى منصات التتويج العالمية ومكنتهم من تحقيق الإنجازات في مشاركتهم على المستويات الخليجية والعربية والغارية والدولية وكان للشيخ خليفة بن زايد له سامات مادية كبيرة في دعم الفرق والأندية الرياضية فضلا عن منتخبات الإمارات في الألعاب الرياضية المختلفة وكان لدى الشيخ خليفة بن زايد هوايات عديدة مارسها في حياته والعلم أبرزها رياضة صيد الصقور التي كانت تستأثر بقدرة واسعة من اهتماماته وتملك دولة الإمارات عدة مرافق رياضية بمواصفات عالمية في مختلف الرياضات وهي من أهم الأسباب التي قادت قطاع الرياضة في الدولة على مدار الأعوام الماضية ومن أبرز المنشآت الرياضية في دولة الإمارات مدينة زايد الرياضية وحلبة مارسا ياس الذي يستضيف سباق جائزة أبو ظبي الكبرى لسباقات فورميلة وان للسيارات كذلك تملك الإمارات أكثر من ستة عشر ملعبا لكرة القدم بمواصفات مطابقة لمعايير الفيفا جعلتها جديرة باستضافة العديد من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى موسيقى